بين أنقرة والرياض ثمت علاقات تاريخية وإن صاحبتها سحائب صيف غير منطرة أكذا يلخص المسؤولون الأتراق العلاقات بين الدولتين علاقة تستعيد زخمها شيئا فشيئا مع زيارة الرئيس أردوغان للمملكة زيارة تامل أنقرة والرياض أن تدشن صفحة جديدة لن تنحصر نتائجها لجابية فحسب في علاقات البلدين بل كذلك على الوضع الإقليمي محطات توافق في ملف ملفات إقليمية كانت حتى وقت قريب أقرب إلى التنسيق وعلى مستويات عالية قابلها تباين في ملفات أخرى يبدو الطرفان العزم على تجاوزها كانت الأزمة الخليجية إلى جانب قضية خاشقش نقاط خلاف بين البلدين رغم ذلك بقيت مساحة الدبلوماسية بينهما قائمة لطالما أكدت أنقرة على أهمية العلاقات التركية السعودية في تحقيق الاستقرار الإقليمي بظل تحولات إقليمية وعالمية تدفع دول المنطقة إلى تبني مقاربات تقدم كل ما من شأنه المقلصة فجوات الخلاف ويدفع باتجاه تعاون لمعالجة الأزمات والصراعات التي تواجهها المنطقة الحفاظ على استقرار وازدهار منطقة الخليج يكتسب هو الآخر حيزا رئيسيا في السياسة الخارجية التركية تجاه دول المنطقة لا سيام السعودية يبرز ذلك جليا في التضامن التركي مع السعودية والإمارات ضد الهجمات التي يشنها الحوثيون عليهما الاقتصاد والاستثمارات المتبادلة كذلك محرك رئيسي في هذه التحولات وطالما شكل أرضية قوية للعلاقات السعودية التركية وعند الحديث عن الاقتصاد الإقليمي فلا يمكن أغفال تقل دولتين بحجم تركيا والمملكة العربية السعودية إذ يشكلان أكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة تدرك أنقرة والرياض أن الدفع نحو علاقات سياسية قوية يصب في مصلحة الطرفين فلا يمكن تجاوز قوتين إقليميتين تمتلكان الحضور المؤثر على طاولة جميع ملفات المنطقة